مرحبا عليكم أزائي التلاميذ مادتنا اليوم قراءة للصف الثالث الابتدائي موضوعنا لهذا اليوم مكتبة المدرسة أكملنا الجزء الأول في دروس سابقة والجزء الثاني واليوم سنأخذ الجزء الأخير من مكتبة المدرسة سأعيد عليكم قراءة الموضوع مكتبة المدرسة في يد المعلمة كتاب صغير قال التلاميذ هذا كتاب جميل فيه صور جميلة قالت المعلمة في الكتاب قصص لطيفة قال التلاميذ أين نجد مثل هذا الكتاب قالت المعلمة هذا الكتاب من مكتبة المدرسة في المكتبة كتب كثيرة فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة قال التلاميذ نريد أن نزور المكتبة ونقرأ القصص والحكايات نحن نحب المكتبة ونحافظ على كتبها ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة أكملنا الجزء الأول والجزء الثاني في دروس سابقة سوف أعطيكم اليوم الجزء الأخير من موضوع مكتبة المدرسة قالت المعلمة كل واحد يأخذ كتابا هذه كتب مفيدة فيها قصص وحكايات فيها قصة الحمامة والأولاد وقصة الغراب الذكي وقصة الذئب والخروف وغيرها وحافظوا على نظافة الكتب اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء أنتم من أصدقاء المكتبة سأعيد عليكم قراءة الموضوع الجزء الأخير قالت المعلمة كل واحد يأخذ كتابا هذه كتب مفيدة فيها قصص وحكايات فيها قصة الحمامة والأولاد وقصة الغراب الذكي وقصة الذئب والخروف وغيرها وحافظوا على نظافة الكتب اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء أنتم من أصدقاء المكتبة هنا المعلمة تطلب من تلاميذها أن يقوم كل تلميذ بأخذ كتاب واحد لأن هذه الكتب مفيدة لهم فيها قصص وحكايات وأيضا تقوم بتذكيرهم أن هذه الكتب فيها قصة الحمامة والأولاد فيها قصة حمامة والأولاد وقصة الغراب الذكي وقصة الذئب والخروف وغيرها من القصص وأيضا تطلب منهم المعلمة المحافظة على نظافة الكتب وأن يجلسوا بنظام وهدوء بعيدا عن الفوضى وأن يطالعوا بهدوء لأنهم من أصدقاء المكتبة سوف نأخذ الكلمات أو المفردات الجديدة في هذا الموضوع لدينا كلمة مفيدة تون مع حركاتها مفيدة تون على حرف الميم مفيدة ضمة وعلى التاء المربوطة تنوين الضمة مفيدة تون لاحظوا قراءتها مفيدة تون أيضا لدينا كلمة جديدة أخرى كلمة قصة صن أيضا تنوين الضم قصة صن هذه كلمات جديدة مطالبين بتنزيلها على الدفتر الصفي أيضا لدينا كلمة حافظوا على نظافة الكتب اجلسوا أيضا كلمة جديدة اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء طالعوا طالعوا بهدوء أنتم من أصدقاء المكتبة أعزائي التلاميذ هذا الموضوع يكتب مرتين مع تنزيل المفردات الجديدة ألا وهي مفيدة قصة صن حافظوا اجلسوا طالعوا طالعوا هذه الكلمات يتم تنزيلها على الدفتر ويكتب الموضوع مرتين ثم عند استئناف الدوام سوف يتم جمع الدفاتر وتصليحها من قبل من قبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة